ملعب محمد حملاوي كان شهداً على لقاء تاريخياً جمع أشبال الأطلس بالمنتخب الجزائري برسم ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة بالجزائر حيث انتزع المنتخب الوطني تأهلاً تاريخياً إلى كأس العالم ما هو الثاني من نوعه في مشوار الأشبال أبناء ساعد شيبة تمكنوا من فرض شخصيتهما في الجولة الأولى من اللقاء حيث استغل الأشبال هفوة دفاعية سجل من خلالها اللاعب زكاريا وزين الهدف الأول في الدقيقة الثامنة بعد العشرين وصلت العناصر الوطنية نفس المنوال في الجولة الثانية ومن تمريرة حاسمة في العمق أضاف ذات اللاعب الهدف الثاني وعمق جراح الخصم وقبل إسلال السطار عن اللقاء جاء اللاعب شاكير في حدود الدقيقة السادسة بعد الثمانين بهدف قضى على آمال صاحب الأرض والجمهور ليضمن بذلك المنتخب الوطني التأهل إلى المربع الذهبي من كأس أفريقيا وتأهل تاريخي إلى كأس العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر